اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات برنامج ساعة مع جهات طبعا في ظل انتشار فيروس كورونا وتأجيل المدارس والجامعات بقى فيه قلق كتير جدا خاصة ان دلوقتي بقت الدروس الكتروني يعني برعا التعلم عن بعد والتجربة دي لسه جديدة يعني لسه مجال التحسين والتطوير دلوقتي طيب الامهات دلوقتي بدل الامهات والاباة مش هنتكلم بس على الامهات والاباء دلوقتي عليهم عبء العملية التعليمية كامل فدلوقتي بقى هم المدرس هم النظر هم الناظر بقى هم كل حاجة ففيه امهات احنا بنشوفها منهارة لان فيه طبعا مش هنقول ان كل الدنيا عارفة تتعامل عن طريق التعلم عن بعد والكلام ده لأ فيه امهات لسه فعلا مش بتفهم في النتو او مش بتعرف في النت خلينا واقعين وهنتكلم بلسان الامهات دي فيه ناس مش عارفة تتعامل ازاي مع ولادها طيب ده كله ان شاء الله هنعرفه النهاردة مع الدكتور واقل كوميلي خبير تنمية بشرية وتعرف بالسلوك اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيكي بكل مشاهدين اهلا وسهلا بحضرتك طبعا بداية كده انا عايزة اعرف من حضرتك طبعا شايف انت العملية التعليمية تحولت دلوقتي من بينكنا في المدارس في الاول بالروح وضور وانصراف كالعادية دلوقتي تحولت ان احنا في البيت وفترة الاجازة وفيه امهات مع المنهجية الجديدة بتاعت التعليم مش عارفة ازاي تتعامل مع ولادها طيب من وجه نظر حضرتك ازاي الامهات دي تتعامل مع ولادها طيب هو بداية طبعا انا 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 بقولوا بادكد ان احنا في ظروف استثنائية ظروف اه لا مرنا بها احنا اهلا انكن حتى اقبأنا فبالتالي لازم كل الحلول تكون حلول استثنائية اه بالنسبة للتعليم تحديدا في الاطار اللي احنا بنتكلم فيه بتاعة كورونا وتبعياتها من خوف وقلق وحضر مدارس وما شابها ذلك انا بيبقى قدامنا جزئين مهمين جدا الجزء الاول هي القرارات الرسمية اللي بتصدر من الدولة عن طريق او من خلال وزارة التربية والتعليم والمتمثلة فيه قرارات الدراسة استمرار الدراسة من عدمه او الامتحانات الجزئية التانية هي جزئية تعليم الولد نفسه اللي هي عملية التعلم وانا هتكلم الاول في الجزئية الاولى الجزئية الاولى هي قرارات من وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد الامتحانات ما فاش اي جديد ما فاش اي تغيير للمنهجات بتاع التعليم لكن الفكرة ان احنا دلوقتي بدل ما كنا بنكمل مناج دراسي بتاعنا في الكتاب وفي الفصل في السهلية تأديلت اسبوع تاني او اسبوعين كبان تاني جداول بس يعني هي الفكرة فكرة موعيد بدل ما انا همتحن النهاردة همتحن بكرة وكيفية وقالية كيف ليه ان اؤدي هذا الاندهار وده برضو بيعمل قلقة عند الولايات وقلقة عند الاولايات لا بيعمل برجالة جبيرة جدا خاصة في ظل العشوائية الفكرية اللي الاولياء الامور انا اسف يعني بقول كده عايشين فيها احنا مش عايشين في فكر منظم ده مش بسبب نحنا وبس احنا لواء اولياء الامور يعني بسبب ان كل يوم فيه جديد فانا بالتالي مش متابع ومش عارف اتابع وعارف التزم حتك قلت في الانترو ان في مشكلة كبيرة في العملات التعليمية عن بعض لان طبعا بعتمد على الانترنت وطبعا مش كل الامات عندها ثقافة التعاون مع الانترنت ده جانب والجانب التاني برضو مش كل الامهات عندها خلفية او يعني عندها مثلا علم بالمنهجية الجديدة في منهجية جديدة في امهات مش بتفهمها مش عارفة تتعامل معها ازاي اضف الى ذلك كمان ان الانترنت في مصر امر متعب جدا او مزعج جدا فاصبع احنا عندي ثلاث عامل حريك ضفتي عامل ثالث ثلاث عامل اساسية عاملين لي مشكلة كبيرة جدا جدا فبالتالي هنرتب مع بعض دلوقتي النقاط اللي هنتكلم فيها حريك كتباتي الاول بالقرار بتاع وزيل تربية التعاون ان هو اولى وتانية وتالتة بدائما عندهمش متحن من اول ياضي اطفال تالتة بتدائما مفيش متحن ربعة خمسة ستة حالتاني عداد احنا زمان كنا اقولة بنمتحن تانية بنمتحن تالتة بنمتحن دلوقتي الثلاث مراحل دول مفيش ففي فعلا يعني الناس كتير مش بتهتم حتى بالمرحلة دي خالص ودي من اخطر المراحل لان انا عندي تأسيس الطفل اصلا بداية من مرحلة دي هي الاساس يعني لو انا اسست صح هيكمل الباقي صح لكن لو عندي الاساس غلط مش هينفع فبرضو ده عامل يعني حالة انهيار فعلا عند الامهات الامهات دلوقتي عندهم عبء كبير جدا ايها مش عارف ابنها بالنسبة بتحن هو شواطر ولا بريد لان بالمناسبة سوزة جهاد الطالب وجوده في المشاركته في الفصل ما هيش مقياس على مستوى الحقيقي لان فيه طالب يكون مستوى حلوي جدا لكن ما بيعرفش يجوب مع الميستر بتاعه او مع الميست بتاعته ده بيظهر فين بقى؟ بيظهر مع وراء القدم مع الامتحان نفسه وعلى العكس فيه طالب فهلاوي يعرف يتكلمه يا ميستر وانا يا ميستر ويقوم ويقف ويقول اي حاجة وممكن ان الحاجات دي يكون فيها شيء من غلط فيبان للأم ان هو بيجاوب بالضبط هاي الأمهات عايزة تعرف تحدد مستوى ابنها الزي فالانتحان ده كان هو تحديد مستوى ابنها كان هو بقى المقياس الفعلي الحقيقي الوقائي على تحديد مستوى الطفل خاصة لو كان انتحان فير مفهوش غش او فيه عمليات مشاركة جماعية كده فاصل زي ما كنا بنسمي ولكن في النهاية ده قرار وزير تربية تعليم ده قرار وزارة احنا ملتزمين به وهنتعامل على اساسه فكل الاحوال يا استاذ جهد وبنأول كيجي وان لحد تلتة سنوي او ما بعد كده احنا قدام امرين امر الاول هو التعليم النظامي والامر التاني هو التعلم الثقافي يعني انا دايما كنت بقول على الفكرة انا كنت بقرأ الكتب بتاعت المنك حتى بعد انتقى دراسه بالمناسبة لما فيه مستري او مدرس او ييجي قرار ان فيه شابتر فيه فصل يعني او جزء ما من المنهج ملغي انا كنت بقرأه عادي كنت بذاكره بس بقرأه من الجانب الثقافي لان هي دي ثقافة مرجعية بتأسس داخلنا احنا عملية اسمها التعلم وهو برضو كان فيه حاجة تاني احنا لما كان بيحصل معنا زي كده كلمة بالجيل بتاعنا بقى لما كنا بنحصل حاجة زي كده وبيتم حزف حاجة من المنهج لا احنا كنا بنكملها برضو بنذاكرها لان فيه ربط معلومات ما بين الشباتر او ما بين الفصول ما بين بعضها بالزبط جده فاحنا كده لما بناخد معلومة مثلا لو فيه سؤال بنحس السؤال ده خاص بكل اه هي دي النظرية الاولى دي بتامي عنديها عملية تعلم يعني انا ما بقاش حابب قوي ان الام تحفظ ابنها صم فيروح يمتحن فيجيب الفول مارك ويرجع بعد كده ناس اللي هو قاله في الامتحان لأ انا هميني انه يبقى فاهم الجزء اللي هو قاله فاهمه قويس عارف هو ليه يعني عارف واحد زائد واحد بيساوي اتنين فاثنين في اتنين باربعة ليه لان انا جماعت الاثنين مرتين فعملت دي لو هو عارف السر ده دايما انا بقول ده الباسورد ده الكيورد لو انا عرفته هعرف بعد كده كتير جدا جدا يعني دايما بنقش كده الموظفين اللي معايا والزمائي اللي والذكائي فقول لهم خمستاشر في خمستاشر على خمستاشر بيساوي كام طبعا طلاب عدادي وابدأي لك احنا ما خد نهاش ما وصلناش جدا والضربة خمستاشر هي مش محتاجة انك توصل لجدا والضربة لان انت محتاج بس انك تعرف انه خمستاشر في خمستاشر بايا كان الرقم ألف مساء يعني على خمستاشر هترجع تاني خمستاشر لان انا دي دك حاجة وخدتها منك تاني فالفي مع العلا بيساوي صفر يعني لا شيء وكأني ما عملتش معادلة ولا عملت عملية رياضية لو هو فيه من المعلومة دي كتقنية كالية كسكيلز هيقدر بعد كده يعرف اي رقم انا اعرفوله فهي دي الفكرة اللي احنا عايزين ننصي بها اوليها الامور دلوقتي انهم يهتموا بجانب التعلم بعملية التعلم الى جانب طبعا المنهج الدراسي اللي لازم غصب عني اتابعه عشان اقدر افوله او اعدي السنة دي والسنة اللي بعدها فيبقى انا كده قدام امرين امر المنهجية اللي حطها التربية والتعليم ازاي اقدر اعديها زي ما هم هيقولوا بقى خلاص فيه انتحان فرقة واحدة اوكي فيه انتحان لسنوي ولا وتانية على ثلاث فرقات او على ثلاث مرات اوكي ما فيش انتحان خالص لولا وتانية وتالتة ماشي لكن في النهاية انا عايز اهتم بابني يبقى لازم اهتم بعملية التعلم وبالمناسبة اولا الامور فاهميني ان هي عملية الدروس وبس انا معاك ان الدروس مفيدة مش هقدر اتكلم فيها ومش هقدر دلوقتي اعترض في موضوع الدروس زي ما كنت مع طالب زمان لان الاسف ما بقاش قدامنا غيرها صح لكن انا بتكلم بقى في الجانب الاخر ايلا وهي عملية التعلم يعني معليش انا اسف بطول في النقطة دي انها نقطة مهمة جدا لأ ما احنا احنا عايزين بقى ان الامهات اللي بتتفرج علينا يفهموا حاجة زي كده او يفهموا ازاي يتعامل مع ولادهم لان انا برضو فيه سؤال من احدى الامهات برضو ان انا اقوله لحضرتك في الجزئية دي برضو ان هي كام مش فاهمة المنهجية حضرتك بتتكلم بتقولي التعلم وافهم والكلام ده طب هي كام اصلا مش فاهمة المنهجية ايه يعني فيه احدى الامهات بعد تالي بتقولي انا مش فاهمة المنهجية نفسها ايه عشان اتعامل مع ابني هي مش مطلوب منها تكون خبيرة في المادة انا فيهم اصدق ان هي مثلا مثلا يعني وهي مش عارفة ساينز سواء كان عربي او علوم كان انجلش او علوم بالعربي لكن في النهاية هي عندنا التكنولوجيا بقت ميسر كبير جدا جدا فنقدر اجيب فيديو على اليوتيوب بيتكلم عن الموضوع ده ويبتدي سنة بسنة لو انا حتى مش فاهم حاجة اسأل ابني يبقى ابني وبينه زي حوار لكنه هو راح مكان ما انا مرحتوش فبيوصفه لي فهو بيوصفه لي احنا كمان بنسمع الفيديو فبقى فيه رأي تاني وممكن فيديو تالت وفيديو رابع المعلومة هتبتدي تنكشف عند الام ومن ثم تبتدي تتأكد وتثبت عند الطفل اللي هو الطالب عارفها بيوصف الجهات دايما بقول لو انت عندك مشكلة في مادة معينة ما تقراش المادة بس اقرأ عن المادة يعني عندي مشكلة مع الكيميا في مذاكرة الكيميا مثلا او مثلا لو قلنا في الماس بالنسبة لطلاب ابتدائي واعداتي عندي مشكلة مش عارف اعمل عمليات ماس صحيحة عشان نعدي المشكلة دي لازم اعمل ايه لازم اعرى عنها يعني اعرى عن الماس ايه هو الماس طيب احنا نرجع نكمل اللي كلامنا بس هناخد الاول محمود من اسيوت السلام عليكم السلام عليكم خلاص نرجع نكمل كلامنا ايه هي الرياضيات اتحطت ليه كان ايه اساسا بتفيد المجتمع في ايه مين اهم علماءها فايلا هيحصل معانا رجع تاني تمام معانا محمود من اسيوت السلام عليك السلام عليك طيب عبار ما يحاول مرة تاني نكمل كلامنا احنا دكتور تمام فبنقول ان هو لما يقرأ عن الرياضيات وعن افادتها وعن علماء الرياضيات هل ده هيفيده في المنهج بساكله مباشر لأ بس هو يعمل حاجة ايه هيفيده كسر حاجز بينه وبين المنهج هيحس ان الرياضيات دي بقت صحبته بقت بتاعته بقت حاجة كده ملك ايده ما هو خلاص عرفها بقى وعرف مين اسسها ومين علماءها ومين كبار فتشالت الازمة النفسية او الحاجز النفسي اللي بينه وبين الرياضيات دي فبالتالي لما يجي يراها هتبقى اقل ضغطا عليه يعني ضغطها هيبقى أقل فهيعرف ينتج فيها اكتر من اي مادة تانية ما اقراش عنها كذلك الحال بالنسبة لام اتعابي شوي احنا زي ما قلنا في البداية في فترة استثنائية فكل كراتنا ومجوداتنا لازم تكون استثنائية فبالتالي لازم تتعابي شوي وتاخذي الخط ده سمعي فيديو اتنين وثلاثة على يوتيوب تقري عن الموضوع نفسه حتى تعرفي ايه هو الاساسيات بتاعت المادة دي او الموضوع اللي احنا بديكلم فيه طيب بالنسبة لامهات اللي بتضغط على ولادها خاصة في الفترة دي هو كده كده فيه توتر وقلق حتى ما بين الاطفال نفسهم او الطلبة وما بين الامهات سواء الجانب ده متوتر الجانب ده متوتر بس فيه امهات بتضغط جدا على ولادها في الفترة دي الضغط بتاع الدراسة نفسه او العملية التعليمية نفسه بيطلعها على ولادها في المذاكرة لازم تعمل كذا لازم تعمل كذا لأ هنعمل كذا لما يجي تأجيل لأ اعمل كذا في ضغطة جانب ده فعلا بيوتروا الطفل او الطالب حتى هو لو عنده استيعابة او عنده مثلا قدرة ان هو يعمل حاجة دي مش هيعمل فالامهات دي تتعامل مع هزاي او حضرتك توجه لهم كلام تقولهم يتعاملوا ازاي مع ولادك خلينا بس كمان اكمل كلام حضرتك اللي مهم جدا ومهم قوي ان احنا ناخده في عين الاعتبار لان حاصل فترة دي مشكلة كميرة جدا جدا بين الطفل او بين الابنائنا وبين اولياء الامور وكمان هضيف بس ان كمان في عندنا مشكلة ان الطفل معتبر نفسه في اجازة وهو ايدوريجيا مجهز نفسه زهنيا وعقليا ان الاجازة دي الايه اللعب اللعب خروج فصح فانت حبسني في البيت ما بتخرجنيش وكمان انا مش عارف اتفسح لاني مفيش رحلات ومفيش صيف ومفيش كذا 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 بس انا حق ان انا انا في اجازة هو اه انت مش في اجازة انت في فترة توقف للدراسة استثناء ايه لا الوزير ايه الاجازة على فكرة الحوارات دي سمعناها يعني ده انا بنق الحوار تقريبا حصل ما بين كذا امه وكذا ابن او بنت في نفس الصيار هي المشكلة بس يا دكتور ان هي اصلا يعني فترة الاجازة او احنا مساستمين نفسنا اصلا كلنا على اعتبار ان انا في اجازة نص السنة 15 يوم ما بتزدش بالزبط تمام فدلوقتي بصر الاجازة طالت جدا فخلاص هم حتى يعني كل اللي كانوا فاكرينه او اللي اخدوه في الفترة اللي قاعدوها في المدرسة نسيوه تقريبا كده ايه نسيوه هي دي بقى انا دايما بتسئل ازاي هروح امتحن وانا ناسي كل حاجة طيب نرجع بالنق الحالة كنت عليها الامهات تعمل ايه الامهات هنا مش لازم تكون انصر ضغط بل على العكس لازم تكون انصر للتفريغ لان انا قلت قبل كده يا سيدتي الفاضلة انتي كبيرة تقدري تستوعبي يعني ايه احنا في فترة استثنائية يعني ايه احنا في ظروف استثنائية فبالتالي يعني ايه قرارات واجراءات استثنائية انما الطفل عقله مايجبوش ان هو يستوعب ده احنا جيل الامهات دلوقتي اعتقد كثير منه عاش فترة الزلزال صح وعاش ومجزء منهم عاش ما بعد كده مثلا لما كان فيه ارهاب وطبعا كلهم عاشوا فترة صورة يناير ويونيو في 2011 و2013 اذا احنا قدام امر مهم جدا جدا يلا وهي احنا متعودين على ان فيه حالات استثنائية وقوات استثنائية سؤال يا سيدتي جهاد هل اطفالنا يعرفوا حاجة عن الكلام ده لا ما يعرفوش ما يعرفوش فهم لا يعوا مدى قدرة تحمل لقرار استثنائية واجراء استثنائية فبالتالي انت لازم تهيئي وتبي عامل حساب النقطة دي فلازم تكوني حريصة جدا على انك متقدمي الامر للطفل او الاجراء للطفل تبقي عارفة ان انت بتقدمينه حاجة كده نقدر نقول الصم فحطيها لوقف العصد لان ما ينفعش ان انا الطفل تعود على سيستم معين ومن ضمن استثناء ده ان فيه اجازة فالاجازة دي بتاعته فهي ام هات بتعرف تستغل الاجازة يعني فيه ام هات بتعرف تستغل الاجازة وعارفة يعني تنسق وقتها كويس لكن فيه ام هات تاني مش عارفة فلعا تتعامل مع اولادها ولا عارفة حتى تزبط وقتها من ضغط البيت من ضغط العيال نفسهم كمشاكل خاصة بيهم وموكة مشاكل خاصة بالدراسة برضو ان الدهم عزرهم احنا مش همضغط على الاماك انا ما بجردش انا ما بجردهمش انا عايز بس اسد الفجوة فمن خلال اقول ايه انت حاسة انك مضغوطة صح انا بقولك ايه السبب اللي مخلي طفلك مش حاسس بيك مش انهو بيكرهك او انهو مش عايز تعال معاك لا بس هو انهو امكانياته الزهنية ما يقدرش يستوعب انهو في اجراءات استثنائية وفي ظروف استثنائية فانا عازل طبعا الامهات جدا انا قلت الكلام ده في دات حديثي ولكن انا عايز اسد الفجوة اللي ما بين الام والطفل عشان نقدر نمشي مع بعض على قدم وصاق فنوصل للطريق اللي احنا عايزين تمام طب هي ازاي بقى تتعامل معهم ده فيه آليات كتيرة جدا رقم واحد او بالاساس فيها انها تبقى عارفة انها قدام عقلية طفل فبالتالي هو لم يعي او لا يعي كل الدرباكة اللي احنا فيها احنا عايزين نتكلم بس مش هنحجم مثلا حدثنا عن اطفال بس احنا عايزين نتكلم برضو كل الاعمار احنا العملية التعليمية دي كل الاعمار ابتدائي اعدادي سنوي كل اياد جامعات كده احنا مش هنحجم مع الحجم معين صحيح بس خلينا ناخد تدقى جايا احنا فترة ايه فترة ابتداء اللي هي الفترة اللي بالنسبة لنا يعني اكثر مرهقة لان اعدادي وسنوي الى حد كبير سنوي هو مش عايز بشتاني ما تقوله وذاكر ولا ما تذاكرش خاصة ان هو خلاص بدأ يتعامل بس برضو الامهات بتشير لعب ان انا مثلا دي مرحلة مهمة عايز اشوف ابني حاجة معنا بص انا هكلمك بلغة الامهات كلها نفس اشوف ابني دكتور نفس اشوف ابني مثلا مهندس نفس اشوف ابني حاجة كبيرة يعني انا بالنسبة لي بص على الفترة دي لا فترة دي مهمة ما تقلش اهمية عن الاساس اللي هو الابتدائي ما اختلفناش ولكن نفس القلق والتواطر ده هو موجود وكان ولازال وسيستمر صح؟ تمام فبالتالي الظروف الاساسنائية ما هياش عنصر مؤثر قوي في الموضوع خاصة ان اولادنا التوعسنوي اعتقد ما عادوش من الدروس هم مستمرين على الدروس ويعرفوا اتعاملوا اولاين مع المناهج الاولاين هي اللي بتضغط اكتر يا دكتور احنا هنتكلم بس للضغط الاكتر الكرارات لما ناجي يعني مساستما نفسي ان انا ابني هيمتحن ترمي اول ترمي تاني يا بص الاقيتني يعني زي موضوع الدمج اللي حصل في الشهادة العددية دلوقتي يعني حصل دمج ان هما يمتحنوا كله امتحان واحد كويس فده عامل حالة قلق وانهيار كتير جدا حتى انا على حد علم ان هما عامين هاشتاج على السوشيال ميديا ان هو لالي دمج المرحلة العددية يعني اللي ترمي وانا بس هايس اسألهم سؤال هو ليه احنا متخوفين من ان الامتحان يبقى واحد فهو احنا متخوفين عشان ايه اصل ابني لما يمتحن الترمي الاول لوحده هيبقى فاكر نص المواد ولما يجي يمتحن الترمي التاني يمتحن في نص المواد اه طيب دلوقتي ايه يحصل هيمتحن في الكتاب كله او في المادة كاملة طيب هو ابن حضرتك بس اللي هيعمل كده ولا كله طلابه من المرحلة الاعدادية نعم هو كله كده يبقى ايزا الامر ده قائم على الكل فانا مش شايف اي ظروف انا متعجب بصراحة من اللي بينزعجوا من ده ده بيأكد كلامي ان هم عامين حسابهم ان الطالب يخش يمتحن الترمي الاول فينساه ويبتد بقى يفكر في الجديد اللي هو الترمي التاني وده غلط كبير جدا لانه اصلا الترمي التاني قائم على الترمي الاولاني وكمان الاساسيات بتاعة الترمي الاول هتفيدني في الترمي التاني والحاجة التالكة المهمة انا متخوف لأصليبني كده احتمال ما يجيبش مجموعة طيب هو لو جاب مثلا 100% ولفي ناس تانية جايبه 101 او 102% لو فرضنا ان فيه المعادلة دي هو جاب مثلا 90% وباقي الدفعة كلها جابت 95% هو مكانه فين مكانه ورا طيب ليه لانه هو جايب اقل من الدفعة اصدى اقول ايه ان منافسة الطالب الاعداد دي بتبقى ما بينه وما بين كوروناه ومن طلاب المرحلة الاعدادية برضو فبالتالي طالما القرار متطبق على الجميع ما فيش اي مشكلة طالما فيه عدل ففيه مسواه فما فيش اي مشكلة فيه اذا كانت المناهج صعبة هتبقى صعبة عالكل فالجميع هتبقى ضعيفة بالنسبة للككل فهنلاقي السنوان العامة مجموعها بقى قليل يعني فيه موازنة فيه موازنة طبعا يعني اللي حصل السنة اللي فاتت ايه انهم جوم الترمي التاني قبلوا ابحاث وقدوا لكل الناس 100% في الترمي التاني صح اه فكان النتيجة ايه ان السنوان العامة كان بتقبل 245 او 255 في الحين هي في الطبيعة بتقبل 200 بس لان كل المجامية عالية فبالتالي السنوان العامة ارتفعت وكمان المدارس الفنية ارتفعت يعني اللي جاي ب140 و160 و170 ما كانش لايه مكان يدخله ليه هي عملية معادلة هل يفهم يا اصلي السجار فانا مش عايز اللقمها التانزعج وجود انتحان واحد في نهاية الترم ده كان موجود زمان ورجع تاني في مرحلة السنائية فما فوش مشكلة احنا دلوقتي مضطرين ان احنا نتعامل مع الظروف الحالية انا دايما بقول السلبي والاجابي السلبي هو اللي يفكر في المشكلة ليه حصلت وازاي تحصل وهو ينفع الوزير يعمل كده ولأ هاشتاك مش عارف لالي مش عارف ايه انما الايجابي هو اللي يفكر في حل المشكلة يبتدي يحط حلول يبتدي يحط خطوات متماشية عليها ده لهو اصلا ما كانش عامل بلان بيه خطة تانية لو حصل ده فيحصل ده على فكرة يعني دلوقتي اعتقد يعني اولي الامور يتعلموا ان احنا في الظروف السنائية فورد يحصل اي قرار فاعتقد هم بقوا اكثر مرونة ان هما يلاقوا قرارات بديلة او خطة بديلة ليه الخطة الاصلية بتاعتهم وده اللي حصل في مرحلة اعدادية لما جيه قرار ان يمتحنوا في سنة واحدة على فكرة ده احسن ده احسن من ان هما يمتحنوا يوم واحد بس زي من رابع حد تاني اه ده احسن بكتير جدا لانه يديره فرصة ان هو ياخد وقته كامل يقول كل اللي هو عايزه في الورقة يعبر زي ما هو عايز لما نمتحنوا واحدة انت متصورها يبقى ايه سؤال من كل مادة ويكتب فيه كلمتين سطرين ثلاثة سطر وخلاص سؤالين من كل مادة اه يعني ويكتب فيه سطرين ثلاثة وخلاص فمش هي الحلولد يعني ياخد كل اللي هو او يدي كل اللي هو عرفه في الورقة دي فاعتقد هي فيها شيء من المعادلة يعني حرك فهم عاصلي او انا هاخد بس مداخلات فيه حسني من انا السلام عليك السلام عليك طب ممكن بس حضرتك تواطي التلفزيون شوي تسمعني من التلفون ممكن تواطي بس التلفزيون شوي عندك اه او او اكي سمعني انا سمعيك اهو تفضى اه طب لو سمعت تفضى انا طالب تلك عجادي اه مسلا انا عايز ازاي الحق اراجع اكتر من مرة واحدة تمام في عندك أسئلة تانية طيب لا شكرا خلينا كلمه ممكن يا حسني ازايك عامل ايه تمام انت لو مش هتعرف ترجع الترمين في مرة واحدة في تلتة عداد هتعمل ايه في تلتة سنوية ايه هتعمل ايه في تلتة سنوية ما هو تلتة سنوية امتحان واحد بس طيب بص يا حسني انا عايز اقول لك حاجة انا من بداية الحلقة بقول احنا في مرحلة السنوية انا مش مع القرارات بشكل 100% لا انا مع ان احنا نتعامل على الامر الواقع ونبتدي نوجد حلول فلو انا قعدت اقول ازاي اذاكر ازاي اذاكر الا اذا كان السؤالك ده استفساري مش اعتراضي لو سؤالك اعتراضي فانا بقولك شيري من دماءك فكرة الاعتراض ركز على انك قدام مشكلة ولازم تتعامل معك الحلقة طيب خلينا نقوله ايه هي الخطوات اللي يمشي عليها هو اصلا اول مرة يواجه حاجة زي كده فما عندهش خبرة هو يتعامل ازاي خلينا نقوله خلاص انا بشكرك جدا على اتصالك يا حسنو الدكتور هيجاوبك ان شاء الله احنا عايزين بس نعرفه الخطوات اللي هو يمشي عليها اكا ايه هلك عشان يحل المشكلة ولا عشان ازاي يوصل لنتيجة ان هو هيذاكر التميم مع بعض عشان هو من ناحيتين من ناحية دي ومن ناحية دي طيب هو موما فيه كل واحد عمل نفسه طريقة المذاكرة يعني فيه واحد مثلا بيقرأ الشابتر الاول وبعدين يبتدي يكتبه وبعدين يبتدي اللخصه خلاصه بيخش على الشابتر التاني وبعدين بيبتدي بعد كده وهو بيذاكر الشابتر التاني بيقرأ الملخصات له وعملها للشابتر الاول كرسيل تذكرية فيه حد تاني لا بيبتدي ياخد قص موطوعات من كل الموضوع ويعمل لها شجرة ويبابنها كله معاه في ورقة واحدة فيه حد تالت لا بيحفظ بس يعني بيحفظ من الجلدة للجلدة وهو معتمد ان الامتحان قائم على الحفظ والطلقين ومشيط لعم برة مثلا الكتاب اه ومشيط لعم برة كتاب فبيحفظه كده جملة وتفصيلا ويروح هناك فين دي اه ويروح جايبها حطيتها في مكانها كل واحد حسب طريقته ولكن في النهاية وفي كل الاحوال كله بيعتمد على التذكير المستمر التذكير المستمر يعني ايه ما تقولش انا ذكرت الشابتر ده وخلاص هسيبه بقى لا كل يومين كده اقرأ الملخصات بتاعته لانت عملها اقرأ موضوعات الشجرة لانت عملها مثلا برؤوس الموضوعات بتاعتها خش مثلا كل فترة اقرأ المادة مرة واثنين يريد تكتبها لان كمان القلم او الايد لها زكرة والعين لها زكرة في الكتاب يعني نتستخدم كل الحواس تاعتنا في انها نحفظ الزكرة طبعا احنا معنا أستاذ البشمهان دي سمي معلشنا خالد رمضان مواجد تربية والتعليم بالجهزة السلام عليكم السلام عليكم تحويري لحضرتك وللدفل كريم وللقصرة البرنامج انا طبعا انا متابع الحلقة النهاردة عن موضوع قرارات سيادة الوزير التربية والتعليم طبعا احنا في الظروف الحالية وظروف جائحة كورونا انا شايف ان القرارات اللي عملوا سيادة الوزير التربية والتعليم تحدي مياه مع ظروف الصعبة اللي احنا فيه ده انا شايفه مناسب للظروف اللي احنا فيه بالذات الضيف الكريم اه ذكر موضوع امتحانات شهادة الاعدادية انا شايفه ان هي حل اه مؤقت او حل استثنائي زي ما حضرتك قلت بالزبط تماما موضوع النهوف يعني انا احنا على ايامنا كان الشهادة الاعدادية كان اعتبر شهادة موحدة للترمين وبعد كده جات بعد كده التطوير وبعد كده خلوها ترمى اول والترمين والسنة دي طبعا احنا رجعناها بصفة زي ما حالك قلت استثنائية طبعا نظرا لزروف موضوع كورونا بس انا انا بس حابب اوضح حاجة لفت نظر يا حضرتك اتفضل في موضوع التعليم الفاني اه اه طبعا لحد دلوقتي سات الوزير البارح لما طلع الكرارات طبعا هو اسنى موضوع التعليم الفاني ان فيه قرار جديد اه هيكم او بمعنى صح هيعلن عنها خلال نهاية الاسبوع القادم لان طبعا حدا عارفين ان التعليم الفاني اه له مراحل وله اه يعني مجالات اكبر شوية من التعليم العام وانا حابب من حضرتكم الفترة اللي جاية حاول ان انتم تعملوا دعاية شوية للتعليم الفاني بان احنا لو بصنا برا للتعليم الفاني في اوروبا مثلا هلاقي ان التعليم الفاني واخد المركز الاول في التعليم في المانيا تحديدا يعني التعليم العام في المانيا تحديدا المانيا والإيطاليا وانجلترا وفرنسا ومن ننساش ببضو دول شرق ااسيا زي اليابان والصين والبعض الدول الاخرى اللي هما فعلا اعتمدوا اعتمادا اه كليا عن اه التعليم الفاني في بضو حاجة برضو حابب برضو يعني ارجو برضو سساس خايد معلاش خليني خليني اخد معاك الحوار بعد رزك لأن كلامك شارك جدا الجزئية التعليم الفني أعتقد الدولة في اتجاهها أنها تعمل ده خصوصاً هم حطوا مساعد وزير التربية والتعليم خاص بالتعليم الفني فأصبح أن التعليم الفني في صورة وكأنه يدار بشكل فدرالي داخل الوزارة بشكل مستقل ولكن أنا طبعاً بأكد عليكم منبر أستاذة أمنية بأكد أن أستاذة جهاد أنا آسف من منبر أستاذة جهاد بأكد أن لازم التعليم الفني ياخد وضعه في مصر لأنه هو المستقبل وأنا جاي النهاردة بقول أن الصناعة أهم بكتير جدا جدا من الزراعة حتى يمكن كمان ألمانيا تطورت بالصناعة أكيد أكيد يا فندي عايز أقولك أنا من أنصار التعليم الفني ومن أبنائه في البداية وبعدين بدأت أطور من نفس الحد ما أصلت على الشهادات العليا اللي أصلت عليها أثناء زيارتي لأمريكا جاب لي أن أنا أزول مدرسة من اللي أنا كنت فيهم في مصر يعني أنا أدرس في جامعة في جنبها مدرسة صناعية فروحت عشان أدخل مدرسة دي سيداني أنا خشيت على نفسي من شدة الانبهار أن أنا أكمل في مدرسة فماكملتش عشر دقائق ساعة ومشيت تاني ليه؟ ممتعى الانضباط ممتعى النظام أكثر من التعليم العام أنا بس عشان دي الوقت مش عارس أطول على حداركم في النوضوع ده بس أنا أتمنى من وسائل الوزير أو وسائل التربية والتعليم من نسبة للكبول للمرحلة الثانوية الفنية سواء كان تعليم صناعي أو تعليم تجاري أو تعليم زراعي إن إحنا نبقى يتحدد مجموع عالي للمدارس الفنية لأنه حقيقة عارفين طبعاً إن المدارس الفنية زي ما حقيقة قلت من شوية من فترة يعني في وقت صغير حقيقة قلت إن أحياناً العيل لما بيجيبش مجموع في السنة والعام بيضطر إنه هو يرجأ إلى التعليم الفني فإحنا عايزين الموضوع مش عايز أقول يتعكس بس يحصل عملية توازن أو توازي بين التعليم الفني والتعليم العام وبرضو أنا عايز برضو أكمل للضيف الكريم برضو قال إنه إحنا طبعاً سيد الرئيس عبد الفتاح الزيزي لما أصدر قرار بإنشاء الجامعات التكنولوجية لطلب التعليم الفني ده بصراحة كانت قرار سليل مية في المية لإنه ده بعد كده هيؤدي إلى النهضة وإلى التنمية والاقتصاد بالنسبة للمصر واللي رؤية عايزين وثلاثين إن شاء الله أنا بشكر حضرتك جداً يا فندي مع المدخرة جميلة دي الله يخبر شكراً أستاذ رمضان فتح نقطة أستاذ خالد رمضان فتح نقطة مهمة جداً جداً قالوا هي التعليم الفني يعني الثروة الدفينة في هذا البلد ويمكن أن أنا لاحظت الفترة اللي فاتت إن فعلاً في بوادر اهتمام بالتعليم الفني من ضمنها إن السيد الرئيس بدأ يوكل لقوات المسلحة إذا أردت بعض المدرس الفنية تخالي فتلاقي إن فيه في المدرسة الفنية فيه مدير مدرسة تعليمي للأمور التعليمية وفيه قائد عسكري برد بتعميد أو عقيد هو اللي بيدير العملية العملية للانضباط والطبور وما شابه ذلك يعني أنا أرى أن في ذلك رغبة في تطوير الحاجة كويسة جداً طبعاً العملية تعليمية في التعليم الفني بالجانب طبعاً الكليات الفنية اللي ذكرتها أستاذ خالد إحنا عايزين بس نرجع نكمل نقطة اللي هي زي نتعامل مع أولادنا زي ما حضرتك كنت تكلمت كلمنا عن المرحلة الابتدائية أنا عايزة حضرتك تكمل طيب ده في المرحلة الابتدائية إحنا نتعامل مع عقل طفل لا يعي ما يحدث وبالتالي لازم نهيأه ونبتد نتعامل معه في الإطار ده لما نجبر شوية بل مثلاً مرحلة الإعدادية أو من بداية ستة التدائية إحنا بتعامل مع طفل بيبترك مرحلة الطفولة وبيبدأ مرحلة المراقة فبالتالي هو عقله فيه شيء من الإرهاق لنفسه لذاته يعني وللآخرين فميبقاش كمان العامل الخارجية عنصر مؤثر هو على فكرة متضرر جداً هو كان عنده خطط وأحلام إنه هي مثلاً في ثانية في آخر تلتة عدادي هيعمل كذا في تانية عدادي في ترمي التانية هيعمل كذا إنه فيه مسابقة كورة مثلاً أو مسابقة شعر أو مسابقة رسم في المدرسة كان عنده خطط خاصة به كان عنده مشروعات بسيطة جداً بس هيه بالنسبة له حاجة كبيرة جداً جداً دي كلها ضاعت فبالتالي إحنا لما بيحصل ده هو تحت ضغط ما نبقاش إحنا كمان ضغطين عليه إحنا نقول له تعالى إيه رأيك نحل المشكلة دي إزاي يلا نفكر نعمل إيه طيب ما تيجي كده إحنا نذاكر مع نفسنا ما تيجي نعمل عملية تعلم ذاتي ما تيجي نعمل كذا وكذا 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 أو ندينه مثلاً تكلفات من فضلك أنا عايزك تقرى الشرطة ده وتلخصه لي فورقة وأتبعه وأبتدي أشوفه عمل إيه يعني بتعامل معه إنه صديق على إنه كبير مش على إنه طفل فهي كده الأم كده هتقوم بدور المدرسة بقى للأسف يعني أو مش للأسف والله من عظمة ربنا على يعني تجلى على الأم إنه ده صفات كتيرة جداً جداً وأنا يمكن يعني مش عايزة أقول بشفك على الأم بالعكس ده أنا أقول لها يعني يا بختك بالكدرات رب رد هلك أنك هتبقى مدرسة وأم وأخت وصديقة وطبعاً مربية في البيت أي طبعاً طالب أو أي دكتور حالياً دلوصل اللي هو وصل فيه برضو جانب هنقول إنه هو ما وصلش كده من نفسه ده جانب برضو يعني شريك نجاح الأسرة عنده والدته أو والده شريك نجاح ده هو أساس نجاح أساس نجاح مش شريك نجاح يعني خلينا نقول يا جماعة بس عشان نطبطب على الأم شوية رجل صالح وأم غير صالحة بتسوي أسرة غير صالحة إنما زوجة صالحة أو أم صالحة ورجل غير صالح بتسوي أسرة صالحة 100% يعني الأم هي الأساس للبناء والمجتمع الأم هي الأساس للتربية فبالتالي والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أمك صمى أمك صمى أمك ما كانتش بيجاملك لأنه ده حقك في المجتمع أنت اللي بتعرفي تعملي ده وبالتالي هي كمان ربنا اديها قدرات مش موجودة عندنا احنا كرجالة إنها ممكن تعمل خمس ستة حاجات في وقت واحد حاليا ممكن تكون قادرة تتكلم معايا وعينك على الدكور ومين راح ومين جي ومين عمل وممكن تشربه وتتكلمه وتكتبيه في نفس اللحظة أنا لو جالي تليفون بس يا جماعة أنا عايز أتكلم في تليفون هي دي قدرات ربنا مقسمه لنا فربنا أدى الأم القدرات دي في احنا بنتكلم بنتكلم إلى جانب القدرات اللي ربنا اديها لك احنا بنضف لك آلية أو كافية التعاون مع المرحلة الحالية هل في خريطة أو جدوة تمشي عليك؟ طيب تاني بقول إن أو الأمهات تمشي عليك؟ آه دي طبعا رجع كل أم على حدا أنا ما قدرش أقول الخريطة بتاعتك إلا لما عرف إيه هي معطياتك يعني هل عندك مثلا مذاكرة بس هل عندك خروجات هل عندك تمرينات هل عندك نادي هل في مكتبة مثلا بنروح لها هل فيه دروس هل فيه كرسات؟ إحنا بس خلينا نتفق دكتور الأول إن إحنا إحنا نبتدي بقى مرحلة مرحلة إحنا في ابتدائي كأمهات بيبقى الاعتماد كله علينا على الأم نفسها يعني صحيح هي بتذاكر هي بتفهم هي اللي بتعمل كل حاجة شرح كل حاجة هي اللي بتعمل وبتدلع والدائب ولازم تلعب معهم آه بالضبط كده فهي بتعمل كل حاجة يعني كذا دور في دور واحد صحيح ده كمرحلة ابتدائية حتى لحد برضو ستة ابتدائية أي نعم بيخف من مثلا أولى بتختلف شوعة عن تانية عن تالتة لحد بما وصل لسابت ابتدائي بس بيجي مثلا على مرحلة الإعدادية بيخف عنها الحمل اللي هو الدراسي شوية من هي المذاكرة كلها هي اللي بتعمل كل حاجة لقت خلاص بقى هو بتابع بس آه بتابع بعمل نظام متابعة سنوية عامة إشراف بقى أنا بسبق تعمل كل حاجة دعم أكثر آه بالضبط كده إننا بعمل كده فهي برضو في نقطة مهمة خالص في الموضوع السنوية العامة دلوقتي بعض القرارات الجديدة الأمة تتعامل إزاي مع ولدها في أمهاد كتير جدا منهارة بسبب بس طرح إحنا قلنا إن هو ده دلوقتي ظروف طرقة على البلد ومش على البلد بس على العالم كله وصص جائحة كورونا يعني فإحنا دلوقتي كأم تتعامل إزاي في المرحلة السنوية مع ولدها أخي يقولك حاجة عرف إحنا عندنا مثلا خليديك مثال كده أستاذ جهاد وأنا جاي وحصل حادثة على الطريقة هتخافي هتلاقي لكن أقولك صوري وأنا جاي اتأخرت أصلي بس في عربية كده جات خبطت في عربية ومشي بس الحمد لله دينا تمام خلاص ولأ لكني قلت حاجة إيه اللي أنا بقوله ده استقبلنا للقرار عامل إزاي هاي دي اللي بتفرق أسرة من أسرة وطريق التفكير من طريق التفكير إحنا استقبلنا قرارات الامتحانات دي وكأنها الحق الدنيا خاربت ما تومش كده خالص يعني تعالين كده نحسن مع بعض إيه الكتير اللي اتغيرت في موضوع السنوية العامة بدل ما يمتحنوا على ست أيام هيمتحنوا على ثلاث أيام إنما امتحن تابلت هم بيمتحنوا تابلت بس بدل ما هما هيبقى عندهم اختيارات ما يمتحنوا تابلت أو ورقة هيبقى إلزام إن هما يمتحنوا إيه تابلت وكلنا عارفين إن ده هيبقى أمر واقع يوم الأيام يعني حصل دلوقتي يعني الخلاف أو التغير في خلال القرونة دي احنا متوقعنا أي حق أو أي قرار لا العظي العظي إن كده كده هيبقى تابلت يوم الأيام حتى بعد تسكرار الوضع التابلت ده تجريبي عشان فترة من فترات خلاص كل المتحنة تبقى تابلت مش هيبقى فيه كتاب ولا ورقة ألم فأصبح إن أنا قدام أمور يعني الفرق تسنته يعني مش كبير قوي يعني حاجة بسيطة جدا إن بدل ما بسيطة أيام على ثلاث أيام فإحنا ليه خايفين ليه الأنين تلت السنوي ما فيش تغيير بالنسبة لها اعتقد كده كده ينتهي في آخر السنة هو بس كل موضوع بدل ما تبقى في شهر الستة اعتقد في آخر سبعة أو في أول ثمانية اللي حصل تغيير كبير ولا هو تغيير مفزع ولا هو تغيير مقلق بالعكس الموضوع بسيط جدا يعني لازم نستقبل الموضوع على إنه حالة إحنا كده كده في حالة السنية فأنهي أحسن ده أحسن ولا إنه يعني نتوه زي ما توهنا السنة اللي فاتت ويبقى شفي دراسة خالص ونبصت له نفسنا عملنا أبحاث لا ما عملناش أبحاث لا دخلنا في دواما ما نعرفهاش يا جماعة استقبلوا الموضوع بشكل دوريات اتلاغت وزيارات اتلاغت ومؤتمرات دولية يحضرها رأساء جمهوريات اتلاغت وبالتالي بدأوا يوجدوا بدائل للأمور دي فلازم نتتعامل مع الأمر لأنه أمر واقع وما هوش صعب ما هوش كبير أوي 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 فالطريقة الوحيدة للأم إنها تتعامل مع ولادها في المحرارة دي حاجتين الحاجة الأولى إنها تطمنهم الحاجة التانية إنها تطلع الخطة البديلة لو مش عاملها يعني إن لحد مبارح ساعة خمسة أو ستة بالليل كان حد عارف إلا يحصل قبل قرار المؤتمر الوزير لم يكنش حد عارف إلا يحصل قتلست دلوقتي الحد لا ضعف أنا عارفت إيه إلا يحصل إلا يحصل إيه فبالتالي أنا قدامي ثلاغت أسابيع على الامتحانات بتاعتي أو أربع حسب كل واحد جدوله فهما نقطتين مهمين جدا الأم تطمن ابنها إن الموضوع مش كبير قوي على فكرة ما تنزعكش ما تقلقش الحاجة التانية يلا من دلوقتي نبتدي نعمل خطة بتاعتنا ونشتغل أنا ونت أنت بتقول إيه ابنك كده تعالي نشتغل أنا ونت هنعمل إيه وإيه اللي نعصك وإيه اللي ممكن نكمله في شكل سريع طب هل ممكن التعلم عن بعض يبقى هيبقى إخيار المستقبل بدل ما كان خطة بديلة أخشى زالك صباح ده هو ده سؤال مهم على فكرة هنا بقى أنا في صراحة طبعا أنا معليش إجابة لإني مش مسؤول في الوزارة بالمناسبة لجماعة أنا مش مسؤول أنا جاي ضيف عادي أنا أخشى إن التعليم يبقى تعلم عن بعض لإن الفصل بيعلم كتير جدا 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 بالمناسبة أي جماعة منها بتجتمع بيحصل ما بينهم عمليات تعلم لا إراضية من ضمنها تبادل الأفكار من ضمنها تبادل معلومات تنأسف من ضمنها كمان تواصل الأفكار يعني كم مرة وانت في زميلتك في الدسك اللي جنبك أو الكلاس اللي جنبك قالت لك معلومة فأنت خدتيها وبنيت عليها معلومة تانية أو شفت طريقة تكلامها مثلا مع حد أنا بتكلم عن إيجابة أو طول الوقت إحنا بنشوف من بعض السلبي بس إحنا كنا زمان بتعلم من بعض طريقة إيجابية تعلم مع بعض المعلومات المهارات فلان رسمت رسمة حلوة فأروح أشوف عملها إزاي فلان عمل لوحة حلوة لوحة تعلمية فكرة لو حدتها الزمان فيترى عملها إزاي وافضل أبصلها وافضل أقول دي اتعاملت إزاي وسلم بقى لو حد عمل نموذج كمان أو حد طلع عمل موديل مثلا أو منهجة فجماعة التعلم في الفصل مهم جدا 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 وأنا بفتخر لما أجأ أقول أنا دارس في أمريكا على طول بكمل جملة أنا دارس في أمريكا إن كلاس في الفصل مش أولاين لأن فرق جميل جدا جدا أكيد طمع بين الدراسة الأولاين وما بين الدراسة جوة للفصل اللي بتقدر تعبر فيها عن ذاتك وتشارك زميلك وتشارك معهم في المعلومات وفي البيانات وفي الأفكار وفي المهارات كمان وده المهم الدراسة اللي على الأولاين دراسة سايدية ليس فيها مهارات ليس فيها تفاعل ليس فيها مشاركة فبالتالي أنا ما بحبس كده ما أنا أخذ من كلام حضرتك النقطة دي لأن أنا عايزة برضو أتنقش معاك فيها بس أخذ من داخلها تفيها برضو أم محمد بن بورسعيد سلام عليكم الحمد لله تمام تفضل لو سمحت أنا ابني كان في تلتة عددي وابني في تلتة عددي ولا كان بروحكم دروس ولا واجب ولا أي حاجة ولا مش فهم حاجة في أي حاجة ولا راح انت حاجة يعني نعمل إيه الوقتي والولا مش عارف حاجة وكل ما قوله روح دارسي يقول لي لا أنا بعلمته ولكن أنا بعلموني بماء وشو دي روح مدرسل أتفضل محمد إزايك ما نسلمك إزايك يا صاحب عمل إيه إزاي البورسعادية حبابنا كلهم آي والله تمام بخير الحمد لله طيب أعتقد الوزير كده تداريك فرصة ولمحمد فرصة أو إذا كان حدي غير محمد إنه يعيد ترتيب أوراقه إنه لسه الامتحان ما بقاش الشهر ده الامتحان بقى على آخر السنة يعني يبقى في شهر ستة أو سبعة أعتقد ده نقعد مع محمد نقوله أنا ما كنت قلقانة جدا إنك تخش الامتحان وما كنتش عارفة تخش الامتحان إزاي وكتبقى مطيبة ضبيرة جدا بس إنت محظوظ ربنا بيحبك ربنا أدك فرصة أن إنت تذاكر وتعمل كذا وكذا وكذا وبتدي حطي له خط كده يمشي عليه النهاردة هنذاكر نصف ساعة المادة دي ونصف ساعة المادة دي المادة دي أنت ضعيف فيها هتذاكر فيها ساعة كاملة محتاج مثلا درس أو مدرس يساعده أو زمين يساعده يريد تتعميه في ذلك ما فيش إمكانيات لده الدروس بقت موجودة دلوقتي على وأنا على فكرة أنا ضد الدروس تماما منذ البداية بس إحنا في ظرف استثنائي شان مثلا حد شفنا من وزار مرشناها بدعم الدروس بالعكس أنا ما بقى يدهاش تماما المنصات التعليمية اللي عملها اللي عملتها وزارة التربية التعليم ممكن تساعدنا من خلال الفيديوهات أو فيديوهات اليوتيوب فدي فرصة كويسة شفتي لسا إحنا بنتكلم أنت حتى تأجرت أو شخص هو عنده لا أنت يعني حضرتك مش ملاحظ بس أنه حتى المداخلات كلها برضو على نقطة تلت عددي يعني السؤال اللي سألته لحضرتك تلت عددي لا أهي فيه ناس حتى برضو على رسال الصفحة كده فيه ألأ مش عارف ليه يا سؤالة كهات يعني إيه السبب فيه أننا الآن أقول لك ليه حضرتك كنت بتكلم في الأول هو هاخد من كلامك وهكمل بي يا ريه أنت حضرتك كنت بتكلم في الأول بتقول إن إحنا الفصل مش هيغني خلينا مش هيغني عن الفصل أبدا أو على المدرسة لإني برضو إحنا أو الطلبة كطلبة يعني أنا راح المدرسة بتعلم فيه تفاعل بيحصل فيه مثلا أنا باخد فكرة مثلا من زميل زميل بيأخد مثلا كذا بنعرض على المدرسة بتاعنا بيحصل تفاعل أو تواصل تواصل ما بين المدرس نفسه ما بين الطفل أو الطالب في الفصل لأ خلاص أنا مش فهم الحتة دي فبيعدها مرة واثنين وتلاتة ده نظام المدرسة أنا بيحصل أتفضل هو الوزير قال إن باقي الترمي التاني هيبقى أولاين أم ولا هيبقى في الخلاصة لأ أولاين ما قالش ما قالش إنه فقط أولاين إحنا بنتكلم إحنا في الظروف والوزير يعني القرارات اللي تطلعت دي تطلعت بناء على إيه على الظروف إحنا تحطينا فيها أقول لك حاجة ظروف أعلى من إمكانات الوزارة يعني الوزير من الأسبوع قال ما فيش تأجيل تماما لحلف حتى كمان يعني في بناء السوق ما فيش تأجيل لامتحانات تماما طلع من أول مبارح أو من ثلاث أيام يعني قبل مقتمر بيوم قبل مقتمر آه أول مبارح طلع قرار رئيس الوزارة بتأجيل لامتحانات بعدين فاجئنا بلوزير مبارح بيقول آه هنأجل لامتحانات أسبوعين وكأنه الأمر فرد عليه فبالتالي ده أمر مفروض إن هو يدرس ده أنا ما بقولش إن الدراسة أولاين في المطلق محبوبة بس إحنا زي ما قلنا في الظروف السسنائية هو السؤال حل هيرجع يعمل يستمع يسمع لكلامنا ويعمل امتحانات ترمين حرك معتقد ده من واقع خبرتي ومعرفتي في البلد وكيفية إدارة الأمور فيها مستحيل مش صعب لا مستحيل خلاص هو القرار طلع ننتحان آخر السنة طيب اتنين هل ممكن نرجع تاني المدرسة في الترمي التاني ده اللي احنا بقى ممكن نتكلم فيه إن من فضلك رجعنا المدارس إذا كان الأمر مستقر يعني إذا كان الأمر الصحي مستقر رجعنا المدارس رجعنا سواء كان طلاب إعدادي مرحلش الشهادة أو الأولى والتانية رجعهم المدارس طلاب كبار يقدروا إن هم يفهموا ويتابعوا الإجراءات الاحترازية لتفرضها أو هتكررها وزارة الصحة لأنه برضو فيه نقطة إنه مثلا عندنا مادة العلوم مثلا أو الفيزياء كيميا أحياء فيه جانب عملي مهم مصبوط لازم إنه بيحصل فيه تجارب مثلا كذا بنحط كذا على كذا يطلع كذا فيه تجارب عملية ما ينفعش حتى أنه يتبقى أولاين خلينا ما نختلفش خلينا ما نختلفش إن الدراسة الأولاين دراسة مميتة جدا إلا في بعض الأمور لو أنا مثلا كبير وهدرس إدارة أعمال أو بتاع وأنا كده كده مش محتاج غير شهادة لكن أنا كطالب زي ما حرج بتقولي أحتاجي جزء العمل الجانب العملي على فكرة أساسة جهاد مش بس عملي إن أنا أعمل تجربة بإيدي وحط عنصر إيه مع عنصر به طلع لي لأ كمان التجربة بإن أنا أتشارك مع المدرس زي ما قلنا من شوية بس أنا قدام أمر كده فأنا مضطرة أتعامل معاه كده ده اللي سألة اللي عايزين نتبنها من خلال منبارك إن إحنا قدام أمر كده ما عندناش اختيار تاني أنا أشكر حد بس عايزة حضرتك قبل بس ما ننهي الحلقة عايزة حضرتك توجه رسالة لكل الأمهات اللي بستتفرج علينا دلوقتي بشكرك بجد بشكركم وبنحني أمامكم وأمام قدراتكم العظيمة على تحمل هذه الأوقات الصعيبة جدا جدا ولكن كملك منك بقى وخدي ابنك احتويه طب طبي عليه يبتدي إرسميله الطريق الصح أنت تداري تأملي كده لو نقصك جانب معرفي أو جانب مهاري أو حاجة تداري تكمليه من خلال أختك أو صديقتك أو حتى الانترنت من خلال يوتيوب أو المناصات تعليمية المختلفة عديتي مرحلة صعبة وإن شاء الله اللي جاي هيبقى أقل صعوبة لكن تداري تعدي إيدنا معاك وإن شاء الله تعدي للي جاي الأحسن بإذن الله طب إحنا ووجهنا بقى رسال للأمهات طب إيه الرسال للطربة؟ يعني دلوقتي إحنا في الظروف بتتحدي يعني إحنا دلوقتي بتظهر قدرات كل طفل فينا أو كل طالب فينا أنت مش طفل أنت راجل وإنت ست وإنت أنسة كبار جدا سواء كنت يقول لك تداي أو في رابع جامعة لأنهما بيزعلوا من كلمة طفل يعني أو أنت دلوقتي عليك مسؤولية ذاتية قالوا وهي أن يبان بقى قدرتك على الاستعاب وبالتالي قدرتك على الأداء لأن الأداء النهاردة بقى مختلفة قدرته مختلفة هنا بقى هيبان قدرتك العصرية أنت دايما بتقولوا أنت أسكى مننا وإحنا مفقين يا سيدي أبناء أنا أسكى مننا حد عنده أطرد إحنا كأباء والله هم مفقينكم نعم 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 مفقين جدا يلا بقى وريني زكائك يلا وريني قدرتك وريني بقى القدرتك على الإنترنت وإنت بتعرف تعمل في الحاجات الإنترنت أكتر مني ده بس هي حقيقة علمية فعلا أن الأطفال حتى اللي طرعين دلوقتي ده عن جانب تجربة أنا شفتها يعني الأطفال اللي طالعوا الأيام دي فعلا نسبة الزكاء عندهم عالية جدا أي زكاء الإلكتروني خلينا نحدد أو ده ماشي إحنا نحدد ده إلكتروني وليه عشان هسيبنا لكم الملعب ده وإحنا مشغولين بقى بالشغل والقراءة العادية والمتاع لكن حضرتك اللي وحطتي الموضوع ده هدف قدامي كتيبي أحسن من بنتك كتير جدا أنا عارف ده كويس بس أنتوا خلاص عندكم فرصة وعندكم إمكانيات وإحنا حابين ده جدا ومرحبين بده جدا يلا بقى وارونا ده على أرض الواقع يلا خش تأتبع منصات التعليمية يلا ادخل اعمل فيديوهات كمان مش بس نازل فيديوهات اعمل انت فيديوهات لزميلك اشرح فيها المناهج بتاعتك يلا انجح وارينا قدرتك الحقيقة أنا بشكر حضرتك جدا شكرا وده رسالة مهمة جدا وعايزين نشوف جيل يشرفنا كلنا بإذن الله وبشكر حضرتكم جدا مستنونا في حلقة جديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة